إذن أبناء الآن نتطرق إلى المرافق وحل المعادلات من الدرجة الرابعة نتابع جيدا قال ليكن كثير الحدود P للمتغير مركب Z يعني هنا بما أننا نحن في الأعداد المركبين يعني ليس المتغير X إنما هو Z كما يلي بالعبارة P لZ يسعى أن Z قوى 4-2 جذر 3Z مكعب زائد 8 Z مربع ناقص 8 جذر 3 في Z زائد 16 السؤال الأول قال أثبت أنه من أجل كل عدد مركب Z فإن مرافق P لZ يسعى أن P لمرافق Z لاحظوا هنا يعني الكل في المرافق ثم بقي المرافق هنا إلا بالداخل لاحظوا جيدا وكأن ما أراد من أبنائي أن نقوم بهذه الفعلة لاحظوا جيدا سوف يريد مننا أن نقوم بهكذا لاحظوا جيدا كيف تتم العملية معناه أراد مننا أن نقوم بهذا الفعل يعني أراد مننا أن نجعل بيلي الكل هكذا كما تلاحظون ماذا تقول القاعدة؟ تصبح كأنما كل عبارة P لZ أبنائي سوف تصبح تحت هذا البار لاحظوا جيدا ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة أن يمكن التفكيك ذلك معنى كل حد كما أقوم هنا بعملية المهي هكذا أو المهو هكذا أبنائي لاحظوا هكذا يعني كل حد يصبح له ذلك بار مرافق ركزوا جيدا الآن ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ عندنا قاعدة في العدد المركب المرافق ها هي ماذا قالت؟ قالت إذا كان عندنا زاد لاحظوا قوة أن مرافق يساوي لاحظوا يساوي لنا زاد مرافق لأن لاحظوا جيدا أعيد كتابة زاد قوة أن هنا المرافق يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا مرافق زاد هنا لأن يعني كأنما هذا يخرج وهذا يأتي في مكانه فقط لاحظوا أبنائي هناك كأنما مثل خواص القوة لاحظوا جيدا إذن ماذا ينتج أبنائي؟ طبقا لهذه القاعدة حيث أنه وعدة طبيعي غير معدوم تابعوا عندنا سوف ينتج أن لاحظوا بما أن ناقص ناقص إثنان جذر ثلاثة هذا هو يعني وضعنا هكذا لاحظوا إلى هذه الجهة فقط هنا بما أنه عدد حقيقي فإن مرافقه هو نفسه يبقى لنا ناقص جذر ثلاثة لأن الأعداد الحقيقية مرافقه هو نفسها أما المرافق فإنه يؤثر على الأجزاء التخيولية إذا قلنا مثلا واحد زائد إي أبنائي هذا مرافقه ماذا يساوي؟ يساوي لنا واحد ناقص إي يعني يؤثر على الجزء التخيولي فقط هذا هو المرافق لاحظوا جيدا أبنائي إذن بما أنه لا يؤثر عليه معناه يمكن النزع هذا كما أقوم هنا بعملية المعوه هكذا لاحظوا جيدا أبنائي هكذا ومرافق 16 سوف يذهب لأنه مرافق 16 هو نفسه 16 ركزوا الآن ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه تيلي زاد لاحظوا جيدا هذا يساوي لنا ماذا؟ قلنا أنه هذا يأتي إلى هذا المكان يصبح زاد هكذا مرافق زاد قوة أربعة ناقص إثنان الجذر ثلاثة لمرافق زاد قوة ثلاثة هكذا أبنائي زائد ثمانية لمرافق زاد مربع ناقص ثمانية جذر ثلاثة لمرافق زاد ركزوا ها هو مرافق زاد حتى لا تخترت عليكم أمور زائد 16 ها هي الآن أبنائي ظهرت ماذا؟ وهذا يساوي ماذا؟ يساوي لنا بيلي مرافق زاد لماذا أبنائي؟ لأن كل واحد بقي إلا مرافقه لاحظوا ها هو أبنائي يعني هذه الأربعة كأنما خرجت والثلاثة خرجت بقي لنا أنه في مكان الزاد لما كانت هكذا ذهب كل شيء وبقيت المرافق هنا فقط هذه من خواص ماذا أبنائي؟ من خواص مرافق فقط وهذا ما هو هدفه أبنائي؟ الهدف من هذا السؤال هو استنتاج حلول بعض المعادلات سوف الآن نتطرق إلى العنصر الثاني إذن تحصلنا على أن مرافق زاد يساوي لنا بيلي مرافق زاد هكذا الآن نأتي إلى السؤال الثاني قال تحقق أن ماذا؟ أن بيلي جذر ثلاثة زائد اي يساوي بيلي ناقص اثنان اي يساوي كلاهما الصف ما معنى؟ معنى هو كأنما هذه ناقص اثنان اي هي جذر يعني لما توضع في هذا المكان وهنا 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 لما نضع هكذا نجد سفر وبنفس الشيء أنما لما نعوذ جذر ثلاثة زائد اي في هذا المكان في مكان الزات وهنا 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 علينا أن نجد كم كذلك السفر أراد منا أن نثبت أنهم جذور لإثبات ذلك أبناء ما هينا إلا بإجراء التعوذ فقط نتابع إذن نعوذ في ماذا؟ أولا نعوذ في بي ناقص اثنان اي لاحظوا جيدا إذن بيلي ناقص اثنان اي لاحظوا سوف نعوذ بكل واحدة إلا أن هنا ماذا تصبح لنا ابناء اي اللي هي ناقص اثنان اي الكلقوى 4 سبحي لنا ناقص 2E مربع في ناقص 2E مربع الناقص في الناقص يعطي لنا أكيد زائد سبحي لنا 4E مربع زائد 4E مربع يعطي لنا كم هذه تعطي لنا ناقص لاحظوا جيدا بكل بساطة أبناء إذن هذه تعطي لنا ناقص 4 والأخرى تعطي لنا ناقص 4 بهذه البساطة نتابع مع كل واحدة فيهما ماذا سوف نجد هذا الأمر ركزوا هنا أبناء لاحظوا إذن الشيء الذي نتج أننا قلنا صبح لنا 16 ثم عندنا هنا صبح لنا هكذا ليه يصبح لنا زائد 8E يعني يعوضوا هنا فقط قموا بعملة الحساب إذا قلنا هنا مثلا ناقص 2E الكل قوى 3 لاحظوا ناقص في ناقص في ناقص يعطينا ناقص 2 في 2 في 3 ناقص ثمانية وE في E في E تعطينا E مربع في E معنى هو E مربع كم هو أبناء لهو ناقص 1 مع ناقص بحلنا زائد ثمانية بثمانية E ها هي أمامكم كذلك هنا بنفس الخطة وكذلك هنا بعدها سوف نكمل عملية الحساب أبنائي ماذا ينتج ينتج لنا هذا الشيء فقط يعني اختزلنا كل هذه الأمور وذهب الكل إلى الصفر نغطت لنا الصفر إذن ماذا يمكن أن نقول أبنائي على ماذا على ناقص 2E إذن ناقص 2E إذن هنا ناقص 2E أبنائي نقول عليها إنها جذر بعدما أكمل نعمل ناقص 2E سوف نتطرق الآن أبنائي إلى الأخرى لاحظوا جيداً إذن هنا عندنا نقص سوف نأتي الآن إلى الجذر ثلاثة زائد E كذلك بنفس الخطة سوف نعود في مكان الزاد بهذا الشيء إلا أن هنا عليكم بالحذر في الحساب لأنها جد معقادة الآن قمت بتفكيك هذه سوف نحسبها لهديها ثم هذه ثم هذه ثم هذه ونلاحظ ماذا على ماذا سوف نتحصل وعلينا أن نتحصل أبنائي على الصفر أكيد ماذا ينتج أبنائي لاحظ أولاً اللي هي هذا الحد يصبح لنا اللي هو جذر ثلاثة زائد E الكل قوة أربعة نقسمه يستعينا مربع الأول في الثاني هكذا مربع قسمته كأنما X قوة أربعة يستعينا X مربع في X مربع هذا الجداء الشهر كم رقم واحد وهذا نفسه لاحظوا يستعينا مربع الأول لهو الجذر ثلاثة لما نربعه كم يصبح يصبح لنا ثلاثة زائد E مربع لهو الناقص واحد لهذا قمت هنا بكتابة ناقص واحد وهنا كذلك ثم أكملت عملية نشر لاحظوا أبنائي ماذا حدث في الأخير يعني يقوم بعامة نشر ها هو الحساب هو ناقص ثمانية زائد ثمانية إي جذر ثلاثة هذا فيما يخص الحد الأول ناتي الآن إلى الحد الثاني بنفس الخطة أبنائي إلى هذا الهد قمت كذلك هنا بقوة ثلاثة قسمته قوة اثنان في قوة واحد لأن X قوة ثلاثة يمكن أن نقول هو X مربع في X هذا الجداء الشهر رقم واحد وها هو جوابه ها هو أمامكم وثم نعيد كلمة النشر كذلك هنا مع أن من لا أنسى أن هذا العدد مضرب هنا ها هو أمامكم فقط بقيت لنا سوف نكمل عملية النشر إذن في الأخير تحسسنا على هذا الشيء بهذه البساطة نقص 16E جذر ثلاثة الآن نأتي أبنائي إلى الحد الآخر اللي هو ذو الدرجة الثانية كذلك ذو الدرجة الثانية إذن يصبح لنا مربع الأول مثل ما قلنا أنه هذا عندما ربعناه يقول أحدكم لماذا؟ لأن تصبح لنا هكذا مربع الأول اللي هو ثلاثة زائد مربع الثاني مربع زائد ضعي في الجداء ألاحظوا لي هو 2E جذر ثلاثة لكن هذه القيمة كم أبنائي يصبح لنا ثلاثة ناقص واحد زائد إثنان إي جذر ثلاثة س Report بهذه البساطة المطلقة ثم قمنا بعملية الضرب في الثمانية هنا أصبحت لنا ستة عشر زائد ستة عشر إي جذر ثلاثة لاحظوا ثم كذلك أتينا إلى الحد الأخير ما قبل الأخير ذو الدرجة الأولى قمنا بعملية النشر هذا في هذا ثم هذا في هذا هاي النتيجة ثم قمنا بإتيان كل الحدود أبنائي فتم الإختزال ها هم كل تقريب كل الحدود قد ذهبت مع بعضها البعض هذا ذهب مع هذا أبنائي بكل بساطة يعني بعد عملية الجمع وهذا ذهب وهذا ذهب إذا أعطيت لنا كم السفر إذن ماذا يمكن أن نقول على جذر ثلاثة زائد إي نقول عليه إنه جذر لبيليزت فقط بعد ما أكملنا هذا الشيء قال سؤال الأخير استنتج الجذرين التربيعي الجذرين الأخرين لبيليزت لاحظوا أبنائي ماذا نقول نقول لدينا لاحظوا ماذا لدينا لدينا هذا الشيء لهو مرافق بيلي زاد يساولنا بيلي مرافق زاد هذه النقطة الأولى وعندنا كذلك ماذا أبنائي وعندنا أنه لاحظوا ماذا وجدنا وجدنا أن هذا الأول وجدنا أن بيلي ناقص اثنان اي وجدناه يستوي السفر لكن طبقا لهذه القاعدة سوف نجعلها كذا ثم بعد إجراء هذا الأمر ماذا يحدث أبنائي سوف يمكن أن نقول أنها بعد ما طبقنا قاعدة هذه هذه القاعدة وهذه سوف يحدث هذا الأمر أنه يمكن أن يحذف من هنا ويبقى إلا هنا بالداخل ماذا ينتج ينتج أنه بيلي ما هو مرافق ناقص اثنان اي هو اثنان اي يساوي كم لاهظوا يساوي السفر إذن اثنان اي كذلك جذر لماذا لبيلي زاد طبقا لهذه القاعدة كذلك الآن عندنا الأمر الآخر عندنا بيلي جذر ثلاثة زائد اي قلنا أنه يساوي السفر لكن نحن طبقا لهذه القاعدة التي برهنها أنه يمكنه هو هنا إدخال المرافق ماذا ينتج أبنائي ينتج لنا بيلي جذر ثلاثة ناقص اي لأننا قلنا المرافق يؤثر على ماذا المرافق يؤثر على التخيل إذن يساوي السفر إذن ماذا يمكن أن نقول نقول أنه جذر ثلاثة ناقص اي جذر لمن يعني يعدم جذر لمن أبنائي لبيلي زاد لهذا قال استنتج ما معناه؟ ما هي الحلول الكلية لهذا هذا العدد بيلي زاد الحلول هي هي اثنان اي وناقص اثنان اي وجذر ثلاثة زائد اي وماذا؟ وجذر ثلاثة ناقص اي هذو هما حلول هاذ بيلي زاد يعني يوجد لنا اربع حلول بابسط طريقة ممكن استغللنا انه المرافق لحل المعادلات من الدرجة الرابعة فقط